ينضم إلينا من القدس مراسل العربي عدنان جان مرحبا بك عدنان إذن عام جديد افتتح برشقة صاروخية على تل أبيب وضواحيها من غزة لا يخفى البعد الرمزي إضافة إلى البعد الميداني لهذه الرشقة كيف تناولتها الصحف الإسرائيلية وهل من ردود فعل؟ مرحبا محمد لو بدأت بالعنوان الذي نشرته صحيفة يدعوت أحرانوت التي قالت فيها بأن إسرائيل تستقبل العام الجديد برشقة صاروخية كبيرة على غرار هذا العنوان باقي الصحف والمواقع الإخبارية الإسرائيلية نشرت خبر الرشقة الصاروخية الكبيرة التي أطلقتها كتاب القسام في الدقيقة صفر من عام 2024 حيث استهدفت غلاف غزة وأيضا استهدفت قلب إسرائيل ونتحدث عن تل أبيب الكبرى برشقة صاروخية قالت وسالة العلامة الإسرائيلية بين هناك 27 صاروخا استهدف منطقة تل أبيب الكبرى تم اعتراض 18 صاروخا بالقبة الحديدية بينما سقطت باقي الصواريخ في ملاطق مفتوحة دون أن يتم تسجيل أي إصابات في صفوف الإسرائيليين لكن كما ذكرت محمد هي رسائل سياسية حملتها هذه الصواريخ معها موجهة إلى عدد من الجهات الرسالة الأولى موجهة إلى القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل التي قد تحدثت بأنها تمكنت عبر العمليات العسكرية من ضرب قدرة كتاب القسام على إطلاق الصواريخ بالتحديد يوم أمس كان هناك تقارير إعلابية إسرائيلية تحدثت من أن إسرائيل بعد 86 يوما من عملياتها العسكرية في داخل قطاع غزة قد ربما بحسب توصيفاتها ضربت القدرة الصاروخية لكتاب القسام بنسبة كبيرة لكن جاءت هذه الرشقة الصاروخية ربما لتجبر إسرائيل على إعادة حساباتها فيما يتعلق بتقديراتها لفصال المقاومة الفلسطينية هناك أيضا رسالة موجهة إلى الجبهة الداخلية في إسرائيل التي كانت تعتقد وربما تحتفل في الدقيقة الصفر حين فاجأتها كتاب القسام بهذه الرشقة الكبيرة من الصواريخ بعد فترة طويلة من الهدوء النسبي في ما يتعلق باستهداف منطقة تل أبيب بهذه الصواريخ وهناك أيضا رسالة موجهة إلى الحاضنة الشعبية للمقاومة وشاهدنا محمد بالفيديوهات كيف أن هناك حالة من الفرح والبهجة رافقت اللحظات الأولى من إطلاق هذه الرشقة الكبيرة من الصواريخ باتجاه تل أبيب ولتثبت المقاومة مرة أخرى بأنها ما زالت مسيطرة على الأرض وما زالت تتحكم بمواقع إطلاق الصواريخ وهذه الرشقة كانت من نوع M90 محمد وهذه الصواريخ هي النسخة المطورة من M75 وخبراء عسكريون تحدثوا بأن إطلاق مثل هكذا الصواريخ تحتاج إلى منصات تحتاج إلى مدة زمنية لأنها بعيدة المدى ورغم ذلك تمكرت المقاومة الفلسطينية من إطلاقها والحديث يدور عن أن إطلاق هذه الصواريخ جاء من المناطق الشمالية في قطاع غزة التي هي من المناطق الأولى التي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأعلنت عدة مرات بأنها تمكرت من السيطرة عليها وقضت على كتاب القسام في تلك المناطق لكن تعود المقاومة وتظهر من جديد وهذه المرات تقوم بإطلاق الصواريخ من تلك المناطق لتنسف بذلك الرواية الإسرائيلية من أساسها وربما سحب إسرائيل لخمسة ألوية من قطاع غزة يوم أمس جاء بعد التقييمات العسكرية على الأرض من أن هناك تقدم كبير أحرزه الجيش الإسرائيلي بعد 86 يوما من العمليات العسكرية ونحن دخلنا في اليوم السابع والثمانين ربما هذه الرشقة سوف تجبر إسرائيل على إعادة حساباتها لا سيما بأن هناك أحاديث كان في الصحافة الإسرائيلية بأن التقييمات العسكرية والعملياتية على الأرض قد تدفع إسرائيل إلى سحب مزيد من الفرق المقاتلة في داخل قطاع غزة هذا الأسبوع وأيضا المتحدث العسكري كان قد ذكر بأن بعض قوات الاحتياط سوف يعودون إلى عوائلهم هذا الأسبوع هذه الرشقة الصاروخية ربما سوف تعيد إسرائيل لتعيد حساباتها في داخل قطاع غزة وربما تعيد تقييمها لقدرة المقاومة الفلسطينية على التحكم بمجريات الأمور على الأرض بعد سبع وثمانين يوما من العدوان